اخر سؤال هل تم تحديد طاقم تحكيم مباراة نهاية كاس مصر بين الاهل والزمالك الحقيقة احنا بنحضر حاليا بنحضر يعني في ناس كتير في بالي وحنعلن عليهم اول ما نعرف ونشوف مين الاحق ده بعد طبعا ما نعرف مين الاحق هنعلن رسميا على العلن النهاردة يوم 18 دلوقتي فاضل حوالي شهر فبدري او يا كريم ان انا اقولك مين اللي ممكن يبقى بيحكم في مباراة مهمة زي دي ولكن طبعا في ناس كتير في بالي هل جالك اي اقتراحات ان اللي يديري المباراة تقم تحكيم اجنبي مش مصري جالي يعني تمام جالك جالك من اتحاد الكرة ولا من الاندية ولا من ربط الاندية وهل انت رفضت وكان فيه محاولة لا اقناعك ولا لا معلش يا كريم مش هقدر اقول مين الاقترح وده مش مهم دلوقتي بس انا انت عارفني انا دايما بحب اشتغل في هدوء وانا ليا رأيي وانا ليا طريقتي وانا ليا في الاخر قراري وخلينا نقوم متفكين ان المشكلة في مصر ان احنا قالوا 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 فدي مشكلة كبيرة بالنسبة لي وبرضو انا بعلنها على العلن ان انا قراراتي بخدها من دماغي ما باخدش بقالوا او بحد يكلمني او بحد قال لي حاجة انا موجود في الوضع في المكان بتاعي عشان انا اسطحق الوضع ده وخلينا نقوم متفكين ان انت كمان موجود في مكانك وطبعا عارف انت بتعملي فالفعل هي حاجة مهمة ان احنا نشتغل والاهم ان يبقى حد مصري هو اللي بيحكم ولكن ان احنا نحقق ده محتاج مننا حاجات كتير محتاج مننا حاجات كتير محتاج على اقل الحكام نفسهم تبقى راضيع على اللي بيحصل الحكام نفسهم تبقى حابة بعض يبقى حابين ادارتهم يبقى حابين مديرهم عشان نعرف يبقى فيه لينك ما بيننا نعرف نتواصل مع بعض ولكن للأسف قالوا دي بتبقى مشكلة كبيرة مش بس عندكم ولكن عندنا برضو تفكير يعني ودلوقتي كمان انا بحاول معاهم بحاول معاهم كويس جدا ان احنا نقرب لبعض ونحاول نقرب تفكيرنا لبعض ونحاول نوصل لحاجة تبقى هما نفسهم بمبسطين منها انا عن نفسي راضي كويس جدا عن طريقتي اللي انا بتعامل بيها معاهم وطريقة اللي انا بحضر بيها ولكن انا برضو في الاول في الاخر بحاول ان انا ارضي اللي حوالي في شغلي عشان نطلع شغل كويس شغل محترم مصر بلد كبيرة وتستحق ان هيبقى عندها حكام بجودة عالية جدا شغل محترم